موسيقى قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يونس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إن الحلف يعتزم إنشاء مقرين جديدين مرجحاً أن يكون في الولايات المتحدة وألمانية ستولتنبرغ أشار إلى أن المهمة الرئيسية للحلف هي اعتماد الهيكل الجديدة لعمل مراكز القيادة ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي بشأن هذه القضية خلال اجتماع مجلس نيطو على مستوى وزراء الدفاع والذي يُعقد اليوم وغدا أعضاء الحلف سيناقشون قضايا متعددة في مقدمتها قضايا الدفاع والأمن والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودور الحلف في مكافحة الإرهاب الاجتماع على مستوى وزراء دفاع الناتو سيناقش هيكل عمل مراكز القيادة الجديدة وأمل أن يتخذ الوزراء قراراً بإنشاء مقر مشترك لمنطقة المحيط الأطلسي لتقديم الخدمات اللوجستية والدعم ونريد أيضاً إنشاء مركزاً لمكافحة الهجمات الإلكترونية في المقر الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل الخطة الأساسية هي تعيين هيكل لمهام الموظفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر